قبل أشهر وصلت القوات السعودية إلى محافظة المهرة شرق اليمن حينها تبادر سؤال بديهي إلى أذهان الناس ما الذي تفعله القوات السعودية على ضفاف بحر العرب وهي منطقة لم تصلها الحرب في جولاتها القديمة أو الجديدة كان الجواب جليا وواضحا ولا يحتاج لكثير من التمحيص والبحث لكنه ترك فرصة لاختلاق الأعذار والمبررات والكذب ولأن حبل الكذب قصير كما يقال في الموروث الشعبي فقد تحول إلى علامات لمد أنابيب النفط على امتداد 30 كيلو مترا داخل الأراضي اليمنية تقول المصادر المحلية إن شركات سعودية قامت وتقوم باستحداث أعمال منها علامات تحدد مسار الأنبوب النفطي المزمع إن شاءه في منطقة ضحية الحدودية بين اليمن والسعودية وصولا إلى ميناء نشطون الواقع في بحر العرب المصادر أوضحت أن مجموعة من أبناء المنطقة منع الشركة من استكمال الأعمال التي تم استحداثها وهي عبارة عن علامات ونقاط اسمنتية ممتدة على نحو 30 كيلو مترا داخل الحدود اليمنية مفيدة أن التحركات الأخيرة دفعت سكان مناطق ضحية وشحر بمحافظة المهرة إلى التوجه إلى المنطقة والتعبير عن استنكارهم الشديد لقيام السعودية بوضع علامات خاصة بمشروع أنابيب النفط حتى بدون إذن أو اتفاق مع الحكومة اليمنية المقيمة بالرياض وبالعطف على كل ما سبق فإنما زعمته السعودية من مبررات رافقت وصول قواتها أضحت كذبة كبرى وذلك كان واضحا منذ البداية لكل عاقل لكن ما تأكد وأصبح حقيقة مرة أن السعودية كذبت مرتين مرة حين تحول تدخلها من دعم الشرعية إلى تقويضها وأخرى حينما أصبح الهدف النهائي من تدخلها هو مد نفوذها واستغلال اليمن أرضا وموارد ترجمة نانسي قنقر